السهل الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم نبدأ بحضراتكم يوم جديد يوم خاص جدا الحقيقة يوم أنا بشوف دايما الأيام اللي زي دي من الأيام الحلوة يعني في وسط حاجات كتيرة جدا مش عجبانة ومش راضين عنها ونفسنا تتغير في الكرة في مصر لكن الحقيقة أي حاجة بيبقى فيها اسم مصر وفيها منتخب مصر بننسى بنفصل بتدوب كل الاختلافات اللي بيننا وبنتوحد وراء عالم مصر ووراء منتخب مصر كل التوفيق لمنتخب مصر النهاردة اللي بيبدأ انطلاقة مشواره طبعا قدام أنجولا في تصفيات كاس العالم مباراة رغم الفوارق دايما بنأكد ودايما تصفيات كاس العالم دايما بيبقى فيها تواجعنا منها كتير وتلسعنا منها كتير أتمنى إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا النهاردة أعتقد رغم كل الظروف الصعبة خلينا اتفق طبعا وندي الجهاز الفني وده مش شماعة أنا مش مع فكرة الشماعات دايما لكن الحقيقة ظروف صعبة جدا مر بيها الجهاز الفني في إطار استعداده لمواجهة أنجولا وبدأت مشوارة تصفيات عموما لأن انت بتتكلم على تصفيات مرحلتها الأولى بتلعبها في خلال شهرين شهرين بدأتا جايين بعد موسم في منطقة صعوبة حالة الإجهاد اللي بيعني منها معظم لعيبة المنتخب المصري وأهمهم وهم ممكن يكونوا الغلبية العظمى لعيبة النادي الأهلي غياب عناصر مؤثرة طبعا زي تريزيجير بسبب الإصابة صلاح وإنني بسبب مشكلة الكوفيد وإنه مصر ريت زون واللي زاد الطيم بال للأسف شديد جدا خروج كمان أكرم طفيق مصابا من معسكر المنتخب وكمان عمر جابر إن شاء الله بإذن الله نتطمن عليه والحمد لله طبعا مسحته جات سلبية وإن شاء الله يكون جاهز لمطش الجابون لكن في النهاية أنا كل ثقة إنه التشكيلة اللي موجودة والأسماع اللي موجودة في منتخب مصر تقدر تقدر تقدم عرض قوي جدا قدام أنجولا النهاردة ويكون بداية قوية جدا قود دفعة مهمة جدا الانطلاقة دي بتهيألي واحدة من الحاجات الأساسية أول مباراة إنك تلعب فيها مباراة كويسة تقدم فيها مرضود كويس يطمن الجمهور تحقق سكور يعني النهاردة مش بس المكسب اللي مطلوب لك إن شاء الله كمان تحقق سكور يريحك قبل ما تروح تلعب في الجابون تسعى النقاط مهمة جدا على أرضك ما فهمش نقاش وإن شاء الله أنا شايف حتى مع أنجولا والجابون وليبيا شايف إن شاء الله المتخب المصري يقدر يعدي من المجموعة ونروح بقى للمهم نروح للصعب وهو خروج المغلوب طيب خليني أفكركم بسؤالنا على صفحاتنا على المواقع التواصل فيسبوك وتويتر وإنستجرام أفضل تلات لعبين في مباراة الأهلي وأسوان الأخيرة آخر مباراة في عمر الدوري مش عارف الموسم مكمل ولا مش مكمل لسه الموضوع في علم الغيب لكن يتبقى لنا إن شاء الله لو كمنا في الكاس أتمنى أنه يكونوا أربع مواجهات مع مواجهة طلايا الجيش في السوبر عشان نختم الموسم ونشوف اختيارات جماهير النادي الأهلي في ما يتعلق بأفضل لعابي الأهلي في الموسم ده بالمناسبة إحنا يمكن على السوشيال ميديا نزلنا آخر آخر إعلان عن مطش الجونة والمصري وعرضنا ترتيب الجدول طبقا لاختياراتكم من أول ما ابتدنا الموسم وأصار حالة جدل كبيرة جدا يعني كان ديانج ورامينه أفشة ورامينه الشناوي ورامينه شريف دولار الأربع اللي بيتصدروا المشهد جماهير كتيرة جدا يمكن ما كانتش متابعة عملية الاستفتاء من بداية الموسم كان لها أراء مختلفة كان لها ترتيب مختلف لكن في النهاية احنا اتفقنا احنا اشتغلنا محطة بمحطة مباراة بمباراة لغاية لما نوصل لنهاية الموسم خلينا نروح للاسكايب أبل إكزافيه طبعا كان نجم منتخب البرتغال ونجم فريق ليفر بول سابقا ولقريب جدا كان بيتولى المسئولية كمدير فني لمنتخب موزنبيق هندرب معاها ثلاث عصافير بحجر واحد البرتغال اللي عندها النهاردة ماتشف كاس العالم وصفقة انتقال رونالدو من اليوفي إلى مانشستر يونايتد الكلام على ليفر بول طبعا بما انه كان واحد من نجومه ورأيه في ليفر بول نسخته السنة دي ورأيه في محمد صلاح وبالتأكيد هيكون لنا واقفة مع خوسيل وي ميكسوني نجم الموزنبيق وطبعا الصفقة الجديدة للنادي الأهلي بداية بشكرك على وجودك معنا واهلا بك على شاشة النادي الأهلي في السادسة شكرا جزيلا لكم على هذه الدعوة انه لشرف لي ومنتهى السعادة لي ان اتواجد على قناة النادي الأهلي وسلامي لكل المشجعين وكل الشعب المصري شكرا جزيلا لكم خليني ابتدي معاك الحقيقة من صفقة بينتظرها جمهور النادي الأهلي كتير وحطين عليها امل كبير جدا في موسم الأهلي القادم خصوصا من الأهلي عنده عدد كبير جدا من البطولات هينفس عليها بتكلم على خوسيل وي ميكسون لعب موزنبيق وسيمبا التنزاني السابق عايز عرف رأيك في الصفقة دي وإيه اللي ممكن يضيفه ميكسوني للنادي الأهلي أنا سعيد جدا الأرى لويس ميكسوني يوقع للنادي الأهلي وأن يكون جزءا من هذا الكيان العظيم ويكون طول الوقت يفكر في تحقيق إنجازات كبيرة مع النادي الأهلي فهو لعب رائع وأنا قمت بتدريب لويس ميكسوني في متخب موزنبيق لسنوات فهو لعب متميز جدا أنا استطعت أن أضم وأستطعت أن أحلل طريقة لعب هذا اللاعب لويس ميكسوني وأستطيع أن أقول أني وجدت أن لويس ميكسوني هو جزء أساسي من كيان المنتخب الموزنبيقي وأستطيع أن أقول حينما تكون جزءا من المنتخب الوطني وتشارك في تصفيات عديدة وبطلات عديدة ستكون على المستوى لكن إذا انتقل اللاعب إلى كمصر سيكون لديك لاعب أفضل بالطبع وهو استطاع أن ينمو ويتطور ويكون مناسب لأي نادي يشارك فيه أنا وجدت مميزات كثيرة في لويس ميكسوني فأعتقد أن لمدة ثلاثة سنوات ونصف معا استطعت أن أكتشف أنه لاعب رائع مهاري قوي جدا يستطيع أن يلعب في أي مكان في الملعب في جزء الهجومي في اليمين في اليسار وراء المهاجمين هو لاعب رائع هو يحرس باستمرار وأنا سعيد جدا من أجل لويس أنا قتلت من أجل لويس وأصررت على إشراكم معي طب خليني أسألك أفضل مركز في الملعب أنت شايف أنه من الممكن توظيف ميكسوني في المركز ده والمركز ده ممكن يظهر قدراته بشكل كبير بالطبع لأن لويس لعب ذو مخيلة ولعب لعب مبدع يستطيع أن يلعب في ثلاثة أماكن في الخط الأمامي يستطيع أن يلعب كجناح أيمن وكجناح أيصر يستطيع أن يلعب كمهاجم ويستطيع أن يلعب خلف المهاجمين وأن يصنع اللعب وأن يربط الخطوط ببعضها ولهذا السبب تعتبر هذه الصفقة كبيرة أن توقع للأهلي وأن يستخدم الأهلي لويس ميكسوني وأن يشركه في المباريات بالتأكيد انتقال ميكسوني للنادي الأهلي تعتبر نقلة نوعية سواء على مستوى المشاركة في عدد أكبر من البطولات سواء على مستوى الانسجام مع سكواد النادي الأهلي والحقيقة يمكن الأهلي إنجازاته في الموسم الأخير أكتر من رائعة مش بس على المستوى المحلي والقاري لكن كمان على المستوى العالمي اللي تنصح بي لويس ميكسوني عشان يقدر يدخل في سكواد النادي الأهلي تحصل حالة تناغم أو انسجام بينه بين عناصر الفريق يقدر يكون لي بصمة بداية من أول موسمه مع النادي الأهلي بسبب أن لويس ميكسوني لعب قوي جدا ولعب رائع أعتقد أنه لعب يريد أن يحقق الكثير عقلية لويس ميكسوني عقلية كبيرة وأرى أن لويس ميكسوني لا يحتاج التأقلم لفترة طويلة هو يستطيع أن يتأقلم بشكل سريع مع أي فريق أنا قلت له من قبل أن تستطيع أن تلعب في أوروبا وبالرغم من ذلك فهذه الصفقة وهذا التوقيع هي صفقة كبيرة بالفعل نتكلم على لعب عمره 26 عام بالتأكيد وجوده في النادي الأهلي هدف له خبرات كتير لكن في النهاية برضو عنده مساحة أنه يكون عنده القدرة أنه يطور من مستوى إيه النصائح اللي أنت شايف أنه حاجات محتاج ميكسوني يشتغل عليها عشان يقدر يتطور مع النادي الأهلي والرسالة اللي توجيها المستر موسيماني المدير الفني أنه يساعد ميكسوني عشان يقوم بعملات التطور دي أنا بالفعل أعرف بيتسو موسيماني منذ ما كان يدرب فريق سانداونز وهو يعرفني جيدا كذلك حينما كان يدرب جنوب أفريقيا وبعد مقابلة موزنبيق مع جنوب أفريقيا موسيماني أصر على توقيع ميكسوني مع سانداونز موسيماني مدرب رائع ويؤدي بطريقة جيدة ولهذا السبب عليهم أن يتأقلم سريعا في داخل منظومة الأهلي لويس ميكسوني انتقى الأهلي لهذا السبب ليكون عنصرا فعالا في الفريق وهذا الأمر مهم جدا للويس ميكسوني والنادي الأهلي بواصفك واحد من نجوم البرتغال خليني أتكلم شوية على كريستيانو رونالدو رأيك في انتقاله الأخير اللي يمكن كثير اعتبروا مفاجأة عودته البيت ومرة تانية أو عودته لمنشستر ينايتد اللي شاهد انطلاقة كريستيانو من البدايات رأيك في الصفقة رأيك في قدرة الاتنين على أنهم يساعدوا بعض سواء رونالدو يساعد المان ينايتد على أنه يحقى الألقاب أو أنه ينايتد يساعد رونالدو عشان يفضل محافظ على المكانة والنجاح اللي وصل لي أعتقد أنها عودة رائعة أعتقد أن كريستيانو يجب عليها أن ينسى اللاضي وما حدث له في السنوات الأخيرة يجب عليه أن يقتنب الفرصة تواجد كريستيانو رونالدو مع منشستر مفيد لمانشستر ومفيد كذلك لكريستيانو سيكون لديه سيكون لديه الفرصة أن يشارك في بطولة كبيرة وأن تكون عوزة من فريق كريستيانو رونالدو عليك إحراز العديد من الأهداف لتعود كريستيانو رونالدو الذي كان دوما يقاتل على الألقاب هذه صفقة رائعة وأنا سعيد جدا لو تواجد كريستيانو رونالدو وعودته بعد سنوات طويلة لمانشستر رونالدو بحكم أنك أنت طبعا يعني كنت من نجوم البرتغال وكنت أيضا من نجوم ليفر بول في الدولة الإنجليزية هتشجع منشستر رونالدو اللي بيضم اتنين من نجوم المنتخب البرتغالي رونالدو وبرونو فرناندز ولا هتشجع أن ديك اللي أنت لعبت له وارتديت التيشرت بتاعته ليفر بول حسنا هو سؤال رائع جدا أنا سعيد بهذا السؤال لكن من المهم من المهم لي كمدير فني أن أرى فريق متكامل وفريق رائع وفريق جيد أنا بالفعل أتعاطف وأتعاطف وأساند كريستيانو رونالدو وبرونو فرناندز وهو لا يلعبيني وأدوم بشكل جيد لكن أنا لدي رؤية خاصة به كمدير فني أنا دوما أتطلع لأن أرى فريق متقدم ومتطور فأيضا أتمنى تطور ليفر بول وأيضا منشيستر نايتد وكريستيانو رونالدو على حد السواء إزاي بتتابع فرقة ليفر بول تحت قيادة يورجين كلوب بشكل عام قدرته على المنافسة السنة دي في البريمير ليج والشامبينز ليج وبشكل خاص يهمني أسمع رأيك طبعا في الفرعون المصري محمد صلاح مهم جدا لأن بالفعل أنت ميت لفريق لجيل رائع في ليفر بول ولكن الآن الفريق تحت قيادة ليفر بول يتقدم ويتطور جدا أصبح الفريق قوة كبيرة في أوروبا ليفر بول لديه لاعبين مميزين الآن وواحد من هؤلاء اللاعبين الذين أنا سعيد برؤياتي مع محمد صلاح هو لعب خاص جدا مميز جدا هو كان لعبا مميز جدا حينما تأهلت نصري لكاس العالم وأيضا مع ليفر بول وهو مهم جدا في تصفيات المهيلة لكاس العالم الآن وأيضا مع ليفر بول في البطلات الأوروبية وأعتقد أن ليفر بول يستطيع أن يعطي ذلك لمحمد صلاح أن يذهب مع المنتخب لأن صلاح سيكون سعيدا في هذه الحالة بالتأكيد تابعت المركات الصيفي الموسم ده اللي عندهت أوروبا ومن يعني كلام على بطولة تشامبيونزليجي اللي هتبدأ خلاص يوم 14 في رأي 14 شهر السبتمبر فرأيك من الفرق اللي عندها القدرة أنها تحقق لقب أو تنفسها لقب النسخة الجديدة؟ أعتقد أن ليفر بول فريق رائع حاليا وأعتقد أيضا بطبيعة الحال سيكون الأمر متوقف على القتال للنهاية أعتقد أن هذه الفترة ستكون مميزة جدا لليفربول لديك الآن كأس العالم ولديك الآن اللاعبين يشاركون في بطولات مختلفة أبل دافيي المدير الفني السابق لمنتخب موزنبيق وطبعا نجم منتخب بورتغال وليفربول السابق بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا نروح لفاصل ونرجع نتكلم بقى على ملف منتخب مصر وبالتأكيد الشامبيونزليج وبطولات أوروبا هتكون حاضرة معنا النهاردة عندنا موضوعات كتير جدا أهمها طبعا على رأس القائمة بدون منافس وبدون منتخب مصر مفيش صوت يعلو على صوت مواجهة النهاردة مصر وأنجولا بس مش هنكلم عن مواجهة ده الحقيقة بس هحاول يعني مع ضيوفي طبعا المحترمين هنوري حضراتكم كده خريطة الكرة الأفريقية مشوار مصر فيه التصفيات بتاعت كاس العالم لا يقتصر بس على مرحلة المجموعات لكن طبعا فيه مواجهة الأصعب إن شاء الله بإذن الله بعد ما ربنا يكرمنا ونتصدر مجموعاتنا خريطة الكرة في أفريقيا تغيرت القوى العظمى اللي احنا عارفينها وسمعين عنها أو بنشوفها وانتباحها طول عمرنا جد عليها جديد ولا ما زالت محتفظة بمكانتها فرص أكبر أو أقوى خمس منتخبات فيه التأهل لكاس العالم كل مشوار التصفيات هنتكلم عنه بالتفصيل وبالتأكيد الكرة العالمية حاضرة معنا بما إنه أمتع وأقوى وأحلى كرة في العالم بتتقدم في الشامبينز ليج احنا خلاص على مسافة أسبوعين من بداية انطلاقتها هيكون معنا طبعا القرعة المواجهات جدول المطشاط هنتكلم كمان على المركاتو الجديد وبالتأكيد طبعا حاضر معنا أهم الصفقات أو آخر الصفقات اللي مسلت يمكن مفاجآت لعشاء الكرة الأوروبية بيشرفنا طبعا دكتور وليد الحديدي النقد بمجالة الأهرام الرياضي ضيف عزيز علينا دايما في السادسة مسأخير دكتور وليد أهلا بيكو سلام أهلا بحضرتك مشرفنا ومنورنا وبشرفنا كمان الصعد الواعد طبعا محل الكرة العالمية مينة ماجد ضيف علينا برضو في السادسة أهلا بيكا مينة منور الدنيا طيب هبتدي الأول بالمواجهة بتاعته النهاردة وأنا بقول إنه النهاردة يوم من الأيام الحلوة دايما يعني اليوم اللي بيبقى فيه منتخب مصر موجود بتحس إنه حالة الصداع والضجة والضوضاء العنيفة بتتراجع الخلافات أو الاختلافات بالدوب وكله بيتوحد وراء منتخب مصر صحيح مباراة في ظروف صعبة لكن بالتأكيد انطلاقة مطلوب إنها تكون قوية ومهمة بتشوف المواجهة النهاردة مع منتخب أنجولة زي دكتور وليد هو طبعا زي ما أنت تكلمت هو في الآخر إحنا بنلف اللف وندور ونتنافس محليا أهلي زمالك كل الأندية علشان وزايد كمان المحترفين اللي بيتعلقوا برا كل ده بيدوب في بوطقة واحدة اسمع منتخب مصر هو الهدف الأعلى والهدف الأسمى والهدف الأول مؤكد من منظومة كرة القدم المصري المفترض زي ما أنت بتقول وهو هي دي النظرة يعني الإيجابية إن فعلا كل حاجة تدوب وكل الخلافات وكله ينسى الانتماءات وكله يتكلم عن المصلحة العليا لكن الحقيقة أنا كنت أتمنى مش كل الميديا بتعمل ده للأسف هو بتهتم بالمنتخب بالشكل الأمثل حتى تحضر الكرة نفسه يعني تحس كده أن منتخب مصر يعني بيكون يتيم في معظم الفترات بس خلينا إحنا اللي ليه هو اللي لينا فإحنا مهتمين به ومتابعينه منتخب مصر النهاردة أهم خطوة من خطوات التأهل لكاس العالم هي ضربة البداية لأن إحنا بيبقى عندنا مشاكل دايما في ضربة البداية تتذكر طبعا تصفيات شهيرة بتاعت 2010 لما بدأ إن التصفيات بتعادل على أرضنا على ما تتذكر كانت قدام منتخب زنبيا وكان تعادل يعني محبط جدا وغريب جدا وهو ده اللي عمل الأزمة إحنا عندنا في كل تصفيات كاس عالم حاجة كده من حيث لا ندري ولا نحتاس إحنا مكتشفين المواهب الجديدة وعلى فكرة في أغلب الأوقات الفرق اللي بتطلع تعطلنا دي ما بتوصلش كاس عالم بس هي جايلنا مخصوص يعني ليبيريا عملتها قبل كده زنبيا عملتها قبل كده مو بنشوفهمش تاني مو بنشوفهمش تاني صحيح يعني إحنا كمان وإحنا بنصعد قوة عزمة أو بنستكشف قوة عزمة يعني إحنا 2002 السمغال كانت بيعيد خالص حتى على مستوى المنافسة القرية تتلين من حظنا فجأة كده اكتشفوا إنه ليهم شوية محترفين في كل هتا جابوا لنا بقى لف ولفة وجابوا لنا بقى حاج ديوف وخليل وفديجة وهنا ريكامارا وإليو سي سي وكانوا عمللنا نجيل دهبي لإحسنغال نجيل دهبي إحنا استكشفناها الحمد للألفين وستكشفناها إحنا لقدمناها للعالم مكتشف المواهب يوسف شهينر للكورة وراح كسر الدنيا قدام فرنسا في الوقت تاك طبعا لها منتخب بزي يعني صعب يتتقرر المجموعة دي طبعا عند قيادة ترونيو ميتسو ربنا يرحمه في 2006 كان منتخب كنت ببير بعيد أيضا حتى على المنافسة كان بعيد فجأة اكتشفنا إن فيها جسمه دروجبا وبقى والشلة بتاعته المجموعة بتاعته يا يا توري بقى أه لا لا كان موضوع كمان كبير وزكورة صحة طبعا دي دي زكورة صعدوا برضو على حسابنا كاس العالم في 2006 واتقرارك في 2010 أيضا منتخب الجزائد كان بعيد تماما عن كل المنافسات والقرية فجأة برضو لفوا في أوروبا كده جابوا شوية لعيبة عمل وجويم جيل صعد علينا في 2010 فيعني إحنا المهم بالنسبة لنا دايما ضربة البداية نكون مركزين فيها الحمد لله إحنا ممكن هنتكلم في شوية التفاصيل لكن الحمد لله إن إحنا عندنا مجموعة إلى حد ما سهل أو مش سهل قادرين إن إحنا نتخطاها قبل بقى المواجهة ما فيش فريق تخاف منه؟ أي فريق أفريقي بتلعبه تخاف إحنا لسه بنتكلم وهو الفريق بيبقى قبل ما يدخل التصفيات قدامك بيبقى بتشكيل وسكواد يجي لعبك بتشكيل وسكواد مختلف تماما أصل كل دولة أفريقية دلوقتي عندها عشرات ومئات المحترفين في أوروبا وبيظهروا يوم بعد يوم إنت بتلاقي تشكيلة فريق في بطولة مختلف تماما عن تشكيلة نفس المنتخب في البطولة التلافة فبالتالي إحنا محتاجين نركز لكن وفقا للمعطيات على الأرض لو هنتكلم بشكل عام إحنا مرشح بفرق كبير عن أقرب منافسين أو عن الثلاث منتخبات التانية إن إحنا نتصدر ونتأهل طيب قبل ما أتكلم على منتخب أنجولا لأنه عرف هي منتخب مجهول بالنسبة لك وأنجولا مش من الدول التي تقدر تقول عليها أن هي من الفرق القوية أو كده بس خلينا أقول جمهور نادي الأهل لأنه في اللحظة اللي إحنا مع حضراتكم فيها على الهوى طبعا نجومنا أبطال اليد أبطال النادي الأهلي ونجوم النادي الأهلي بيلعبه مع انتر كلاب الأنجولي في نص نهائي بطولة أفريقيا أبطال الكؤوس والنتيجة دلوقتي تسعتاشر سبعتاشر لصالح النادي الأهلي اللي بطولة طبعا بتقام في المغرب وهنتابع مع حضراتكم التفاصيل والتطورات وإن شاء الله نجومنا قادرين مش بس يوصى النهاية إن شاء الله المستوى المردود اللي قدمته في فرقة الأهلي إن شاء الله قادرة على أنها تحقق البطولة مينا تكلمنا شوية بقى على فرقة أنجولا فرقة خاف منها فرقة فيها عناصر مميزة ممكن النهاردة تكون في بداية المشوار بتشكل خطورة على منتخب مصر على مرعبه في الأول حد بيقول أن طول الوقت أنجولا مش من فرقة الصوفة في أفريقيا ولكن زي ما كان دكتور ريد لسه بتكلم عن متن أي فريق أفريقي بتالى منه لأنه أحيانا بيكون عشوائي والعشوائي اللي بتبع عندهم صعب أنت تتواجهها بالتنظيم الدفاعي بتاعك المنتخب الأنجولي فقد الكثير من قوته ما بقاش ده المنتخب اللي شفناه بكامعة فلافيو وجلبرت والناس اللي كنا عرفه خليلاً نتكلم عن تاليباً خمس أو ست عناصر ممكن يكون هم الأهم في هذا المنتخب أول حاجة هم بلعبوا طريقة الأربعة، اثنين، اثنين، اثنين ساعة الدابل سيكس زي ما بيسموها وده فيها شوائي برضو اعتماد على لعيبة نص الملعب اللي تهمتوا عن نص الملعب والأطراف خط الدفاع عندهم عندهمش حد مميز أو يمكن الوحيد والأشهر هو كابتن فريق باستوس باستوس بدلت بلعب الدوري الروسي واللي كان بيتفرج على الكالشي وعارفه كان بلعب في نادي لاتسيو الفترات طويلة يعني يعتبر هو الأفضل في خط الدفاع محاول نص الملعب الأولاني هو اسمه فريدي فريدي ده هو الهجومي شوائي في نص الملعب بيلعب في أنتاليا سبور في تركيا والدفاع شوائي اسمه شو هو بيلعب في لودو جوريتس لاتسجراد ده نادي في سربيا في بلغاريا أنا اسمي في سربيا أهم بقى عنصرين بالنسبالي فهذا المنتخب هم الوينجي دول تم استدعهم في الفترة الأخيرة هيلدر كوستا وإيفان كا فاليريو هيلدر كوستا تعودنا نطور عليه في البريمير ليج مع ليد وتنقل مبارح في المركات وفي آخر يوم راح لنادي فالينسيا الأسباني من ناحية الثانية إيفان كا فاليريو ونصف بورتغالي بطبع الأنجوليين ونصف أنجولي لكن تم تجنيسه أو رجع يلعب مع متخب أنجولا تاني طبعا العارفين هو برضو كان بلعب في أولفر هامتن وراح ليدس فترة ودريواتي بلعب في أولهم في الشامبيونشيب هدول عندهم جناحين على مستوى قوي يعني عندهم ميزة كبيرة هم اتنين فعلا صورياتهم عالية جدا ووينجات مهارية وده كان حتى بيخلي دائما مارسيلو بيلسا في ليدس بيعتمد عليهم واللي عارف اللوكا أو مارسيلو بيلسا دائما بيحب الوينجات السريعة جدا بتجيد الضغط ويكونوا حريفة في نفس الوقت فدولهم أهم أساني ويمكن السترايكر بتاعهم منزولوا منزولوا بلعب في سبيتزيا في إيطاليا لكن يعني فريق برضو في مؤخية الجدول مش من المواجمين اللي تخاف منه فبشكل عام منتخب أقل من المتوسط ما تأهلش حتى لأم أفريقيا الجاية ظهر بشكل متوازن شوية في طولة أم أفريقيا اللي فاتت آه بستكلمي على خط هجوم بسرعة النظر عن يعني المستوى اللي عنه فالينسيا من اللي عنده كويسة جدا في إسبانيا ووفير هامتون دوري انجليزي أكيد مستوى وخد بالك أن المحترفين دول بيبقوا جايين يعني مع منتخبهم هم أحساسهم جوى جوى السكوات بتاعتهم نجوم نجوم وجايين يقودوا منتخبهم فبالتأكيد هم مصدر خطوط ولكن مع كل اللي قلتوا ده رغم أنهم أجناح كويسة وسريعة ولكن أنا شخصاً بصنفهم في كلاس بي أو سي كمان في أوروبا فهم مش السوبر كلاس ولكن ممكن يعملوا للبكين عندهم مشاكل السرعة بعد الماتش النهاردة وقبل الماتش ظروف التحضير أو الاستعادات كانت صعبة أو يا دكتور ولي يعني العينة بخلصها سيزن طويل دخلت تاني يوم معسكر حالة إجهات حالة إرهاق غياب محترفين وقصة المحترفين دي بقت الحقيقة سيناريو متكرر وبايخ أو يحصل معنا في الأوليمبياد قبل كده بيصل معنا في مشوار مهم جداً زي تصفيات كاس العالم بتشوف ده إزاي وهل ممكن حاجات دي تبقى مؤثرها من وجهة نظرك ولا الموجودين أو الأسماء اللي موجودة في المنتخب قادرة تحسن المواجهة بسهولة يعني مبدئياً ده منتخب مصر ومنتخب مصر أكيد فيه عناصر كثير قادرة أنه هي تمثل المنتخب تحمل القميص وعندنا مواهب وعندنا لعيبة على مستوى كبير جداً سواء في أندهم حلية أو بعض المحترفين اللي متواجدين حالياً مع المنتخب لكن بكل تأكيد لما أنت يكون عندك مباراة في تصفيات كاس العالم بتلعب من غير محمد صلاح أهم لعب عندك واحد من أهم لعيب العالم بتلعب من غير محمد النني واحد من محاور خط الوسط المهمين بالنسبة لك كمان بتفقد مصطفى محمد اللي المفروض يكون داعم هجومي كبير يعني لأسباب غريبة جداً ما هو الموضوع عدم تنظيم وما تفهمش فيه مين يتحمل مسؤوليته يعني المشكلة عند مين تحدث إذا تم هذا التحرك من جانب مصطفى محمد أنه يسافر من تركيا لبردو علشان يعمل كشف طبي في وقته وعنده معسكر منتخب إذا تم دا بالتنسيق مع كابتن حسام البدري ويكوننا تكتو إن احنا النهاردة بنلعب من غير مصطفى محمد ومعنا مهاجم بس كلاس إيه لو محمد شريف فده يتحمل مسؤوليته وكابتن حسام البدري المدير الفني إذا تم دا بدون التنسيق وخدم مصطفى محمد قراره كده مع نفسه يعني فلازم مصطفى محمد يتم التحقيق معه ونتكلم معه لأن انت دلوقتي بتحرم منتخبك منك وإن يخليك تستنى لحد آخر لحظة أو كنت ممكن تزبط الموايد وممكن جداً الكشف الطبي يعمله ليك في مصر زي ما بيحصل كتير جداً كان ممكن تعمل الكشف الطبي في تركيا وده بيحصل كتير جداً في العالم مش لازم تروح تعمل الكشف الطبي في دولة تانية تخليك تتأخر وما تنضمش لمنتخب بلادك فلازم الموضوع ده لا يمر مرور القرام ويتفتح في تحقيق ونعرف مين المسؤولي إن احنا بنلعب نرده من غير مصطفى محمد وفي الأساس احنا بنلعب من غير محمد صلاح ومحمد النني وتريزيجي المصافة الموضوع يعني زيال عن أكرم توفيق وأكرم كمان اتصاب الزهير الأيمن المفترك كان يبقى أساسي وكمان البديل بتاعه كان عمر جابر برضو عمر جابر عنده مشكلة فتستدى أحمد توفيق البعيد أساساً عن منتخب مصر من زمان فكل دي قصص زي طبعاً أنت تكلمت عن ضغط المباريات والموسم الطويل المتلاحم كل دي مقدمات كابتل حسام البدري تدرب المجموعة كاملة تدريبة واحدة بس خل انت داخل تلعب مباراتين في مستوى مباراتية تصفية كاسة عام قدام أنجولة هنا والجابون بره بينهم ثلاثة أيام واتمرن منتخب تمرينة واحدة بس وهتلعب المباراة وبعدين تاخد يوم استشفياء وترجع تتدرب تدريبة واحدة علشان تلعب المباراة اللي بعدها فطبعاً كل دي ظروف وموطيات يمكن يكون إلى حد ما كابتن حسام البدري يعني أكبر عليها أو مظلوم فيها لكن كلنا أمال ما فيش قدامنا غير أننا نتفائل منا طبعاً يعني شرحوا أوفى عن منتخب أنجولة ومع كل اللي قاله هو كمان قال ملاحظته إن إحنا مع كل ده إحنا لسه الأفضل في كل الخطوط إحنا الأفضل يتبقى بس كابتن حسام البدري يختار التشكيل الأمثل اللي يدخل به هذا اللقاء لأنه عنده في كل الخطوط أو معظم الخطوط الأساسي والبديل البداية المتاحة يستخدم كمان البداية في خلال عنده فرصة أنه يستخدم البداية خلال المباراة يلعب بالتكتب يكون ذاكر منتخب أنجولة كويس لأن ده مهم جدا في الآخر من الحاجات اللي بتعمل مشاكل للمدربين وفرقه منه بيكون مركز بس على فرقته ونقاط قوة وينسى تماما أنه فيه منافس عنده نقاط قوة ونقاط ضعفا الجابون ليبيا أنجولا هل فيه فريق من دول ممكن يكون مفاجأة هل فريق من دول ممكن يكون عنده حظوظ أو يملك القدر على ننافس مصر على صدارة المجموعة ده السؤالي اللي تزوفي في السادسة بس بعد فصل سريع عشان كنت بابتدي بعد حضراتكم بقول أنه بداية الانطلاقة بتاعت المشوار النهاردة مهمة كنت بتكلم على أنه المكسب مهم دفع معنوية يريحك يطمنك للجاي الاسكور مهم جدا لكن فيه حتى كمان مهمة جدا في مباراة النهاردة إن شاء الله بإذن الله وثق أنه لعبتنا إن شاء الله تقدر توصلها لنا هي شخصية المنتخب شخصية المنتخب اللي غبت لفترة طويلة وأعتقد أن المستوى اللي ظهر بيه نجومنا في البطولات سواء كنت بتكلم الحقيقة على أهلي أو زمالك أو غيرهم من الأندية شايف أنه عندنا لأول مرة وماشا تصلح أنها تقدم شخصية قوية للمنتخب مصر وبالتأكيد أي فرعي ستروح كاس العالم ماذا بي عندها شخصية أنت رايح تلعب مع أقوى وأعلى مستويات في الدنيا وارد جدا تواجه إيطاليا وارد جدا تواجه فرنسا وارد جدا تواجه البرازيل إذا كان عندك الرغبة في حقيقة الحلم ده وده حلم أكيد ما عنديش شك أنه كل الناس بتحلم به جمهور لعيبة جهاز فني اتحاد كرة كل الناس بتحلم به لازم تظهر الشخصية دي من البدايات والفرصة أنه المجموعة تقدر تساعدك في ده هارجع مرة تانية أضيفي لبرحب بيهم مين أشايف أنه في حد ممكن يكون بيهدد فرص مصر على صدرات المجموعة من ثلاث منتخبات أنجولا ليبيا الجابون قاطعا لا منتخب المصري أفضل بمراحل فرائي عن كل المنتخبات الموجودة في المجموعة يمكن منتخب المصري عادة وطول عمره ما كانش قايم على فكرة المحترفين عكس بقية الفراء في إفريقيا التي تتمنى أنها تعمل نفسها مستوطنات أو أنهم يقدروا يخلي عندهم أعداد كبيرة جدا من المحترفين ولكن على ناحية تانية فرائي برضو أنه أنا متخاوف جدا من فكرة أنه بس ما تتأهلش لكن لازم نكون بنكسب كل ما تشط لأن زي ما حدك عارف أن نظام التصفيات السنة دي زي تصفيات كاس عام 2014 أنت بتخلص مجموعتك بتأهل كأول مجموعة بتلعب مواتش نوكاوت أي فكل المكاوف كل من نوكاوت ده بس برضو يعني نروح له نروح له الفكرة مش بس فكرة نوصله ولازم يكون اللعيب يفهمه ده كويس إنما توصل هتتحط في أي تصنيف بط وان ولا تو أنت لو نزلت في التصنيف الثاني فأنت منسبة 100% هتلاعب واحد من الجزائر التصنيف ده قبل أن نوصل لها العمي التصنيف ده بيتحدد عن نتائجك في المجموعات ولا بيتحدد على أساس الرانكينج العالمي اللي أنت بيحدده للتحاد الدولي بالتصنيف للرانك العالمي بتاعك طبعا كل ما تكسب في حزبة معينة إن المكسب بتحسب لك تصنيف المنتخب بشكل عام تعمله على سبيل المثال لو أنجولا مثلا 126 بتابعها المتين لو عد المتخبات موينس 126 بتاخد حزبة معينة عشان توصل بعدد النقط التي تكسبها كل ما تش ولكن الهدف والكلام بتاعي أن أنت ينفعش تضيع أي نقط بتعادل حتى لأن أنت محتاج كل نقطة وتستنى تعثر الآخرين في المجموعات بتاعتهم عشان تقدر تتأهل في البوت الأولانية بتاعت مصاف الخمسة الكبار ده يسهلك بشكل كبير جدا تقولك لكس العالم بدل ما تحط نفسك في ورطة بعدين أنت تلاعب واحد من الفرق الكبيرة اللي ممكن فعنا تضايقك بس اسمح لي أنا هقولك أنا بتفهم معك طبعا من حيث المنطق والمبدأ بس أنا بتهالي أي فرق عايز توصل كاس عالم مفترض أنها تكسب أي فرقة في أفريق يعني إذا كنت أنت رايح تلعب في كاس العالم عشان تشارك وتنفس في كاس العالم يبقى بالتأكيد لازم تبقى من ضمن الخمسة الكبار وما همكش إذا كنت رايح تقابل فرنسا زي كنت بقول إنجلترا إيطاليا ألمانيا ورد جدا تواجه حد من فرقة دي إذا بالتأكيد لازم تكون قادر تكسب أي فرقة موجودة في فرقة أفريق أنت في الآخر بتعمل كل حاجة ممكنة عشان تسهل على نفسك إحنا دلوقتي بره الطوب فعج في أفريق يعني إحنا لو تصنيف دورة الأمم الأفريقية حطنا في اللابل التاني بالزبط وإحنا حاليا أفريقيا في خمس أو ست منتخبات سابقنا لو الخمس منتخبات دول يتأهلوا لمرحلة النوكاوت وفضل التصنيف زي ما هو فهنلاعب ليه هتلاعب فرقة من الفرقة الأفضل إيه الخمسة وهتلعب الزهاب في أرضك وهتلعب الإيه ببرة أرضك لأنه بيدي أفضلية للفرقة المتقدمة في التصنيف بطبيعة الحال وبالتالي أنت بتصعبها على نفسك فأنت لما بتتكلم مين اللي ممكن يكون موجود في الرانكينج الأول اللي مينة مثلا بيتكلم عنهم واللي ممكن تكون منتخبات بتهددك بتكلم عن جزائر هتكون موجودة مؤكد في تصنيف أول سنغال بتتكلم عن مغرب بتتكلم عن سنغال ممكن كوتيفور نيجيريا أو واحدة منهم تخرج وتدخل تونس يعني أنت بتتكلم في خمس منتخبات معارتي مؤكد أنك هتواجه الصعوبة لما فيه بقى تتكلم مين الخمس منتخبات الثانية اللي ممكن تلعبهم لو تأهلت نوكاوت ممكن تلاقي جنوب أفراقيا ممكن تتعامل معها ممكن تلاقي كونغو ديمقراطية لو صعدت ممكن تتعامل معها ممكن تلاقي بوركينا فاسو مثلا ده ممكن تلاقي كاميرون وغانا برضو وكاميرون وغانا ممكن تلاقيه بس مؤكد أن حالة الكاميرون غانا مثلا أنا ما أتذكر في 2014 كان هي من الخمسة الأقل في التصنيف وإحنا كنا من الخمسة المتصدرين ولعبة الزهاب على أرضها وللأسف كسبتنا بنتيجة كبيرة وهي اللي تأهلت وكان التصنيف تادي فبطبعا كل دي حسابات أنا متفق معاك أن الأمر الواقع هنتعامل معاك لكن نعمل اللي نقدر عليه عشان في الآخر نسهل على نفسنا قدر وبالمناسبة مينة خلينا أسألك التوقف الأخير بتاع الأجندة الدولية المتشاط بتاعته مفترض أنها بتأثر في موضوع الرانكينج ولا ما بتأثرش يعني إحنا خسرنا مش بس فكرة أن يبقى فيه معسكر إعداد وتجهيز وتحضير للي جاي لكن خسرنا كما فرصة أن إحنا نزود النقط بتاعتنا عشان نوصل في الرانكينج لمستوى أحد حتى لو بتلعب بمتخبات ضعيفة على السعيد الأفريقي فأنت بتكسب نقطة يعني مش مطالب أن تردت لعب السنغال ولكن حتى بنشوف المتخبات الإفريقية اللي حوالينا لأ بقى وبيتاجون هم يلعبوا فرق في أوروبا وفرق في أسيا في تصنيف محترم جدا عشان يحسنوا مستوىهم ده رقم واحد ورقم اثنين هم فعلا بتستفيدوا من نقطة بتاعتهم فاحنا بقى أننا كذا توقف مش بنستفيد خلاص من نقطة دي وده باين جدا بالتابعة عليه تأثيره ازاي وإحنا مركزنا دلوقتي في الفيفا في الرانكينج متاعنا بقى كامع طيب خليني أقول أنه يعني في أسماء منتخبات اتعودنا دايما أنها لازم تكون قوية حتى لو مش متابعينها حتى لو جيل اتغير عن جيل تاني هل المنتخبات دي سابتة على نفس مستوياتها أني قدر نقول النهاردة الكاميرون هي الكاميرون غانا هي غانا السنغال وجزال يمكن أقرب لنا إنهم كانوا حاضرين قريب في نهاي بطولة أفريقيا وعندهم أسماء محترفين على مستوى عالي جدا فدول يمكن يكونوا في حتة رحدها لكن هل كوت ديفور هي نفسها كوت ديفور اللي كنا نتكلم عليها من شوية هل منتخب زي المغرب هو منتخب مصطفى حجي ومنتخب ببصير صلاح الدين المنتخب اللي تخشى دايما أنه يقع في طريقك في تصفيات ولا الخريطة بتاعت المنتخبات الكبيرة كمان منتخبات نفسها بتغير جلدها منتخبات بتطلع جيل جديد يعني عايزكم تدونا كده صورة على منتخبات أفريقيا الفترة الأخيرة شوف وأنا متفق معك طبعا أن الجزائر تحديدا دلوقتي فورمتها من ساعة كاس الأمم وما قبل كاس الأمم الأفريقية متقدمة نصف خطوة عن السنغال والاتنين متقدمين خطوة عن البيت يعني خلينا نكون كده على أرض يعني يتمنى أنه الاتنين دول ما يجوش في السكرة القرية توقعوا في الجزائر أو السنغال هيواجه صعوبة إحنا كاسماء ما نقلش عنهم لكن هم عارف عندهم هارموني وتكامل والفرقة شكلها واضح وإطار فني شكله واضح وثابت وماشيين مع بعض بنفس المجموعة بقالهم سنة واثنين وتلاتة وبالتالي خلاص هو بقى تيم شبه متكامل وصعب جدا تتعامل معا بيجي بقى في المرحلة التانية أو في التصنيف التاني بقى بشكل عام ده فنيا فنيا أنا بتكلم فنيا فنيا مصر طبعا بتدخل في هذا التصنيف ومعها المغرب منتخب قوي جدا ومنتخب معا وحيد ده هاليلو زيتش مدرب رائع جدا طبعا جبع دهير في رينار عندهم مجموعة يعني كفاية أقول لك مثلا أشرف حكيمي كفاية أقول لك في المرمى ياسين بونو كفاية أقول لك حكيم زياش حكيم زياش طبعا يوسف لنصيري طبعا أكيد فأنت بتتكلم عن نوردين مرابط سوفيان مرابط يعني لأ هم عندهم مجموعة محترمة جدا ومجموعة قوية وبياخدوا خبرات هي اللي كان بيعيد منتخب المغرب دايما هم عندهم أسماء على مستويات لكن بيروحوا منتخب بلادهم ما بيقدموش نفس اللي بيقدموا في أوروبا لكن هذا الجيل وهذه المجموعة لأ الوضع مختلف بيلعبوا مع المنتخب بشكل رائع جد تونس كمان على الرغم من أن هي ما عندهش أسماء ران نانا لكن هم جماعيا تونس دايما بتلاقيهم مع المنتخب بيقدموا شكل كوي بس تحديدا في نقطة بالذات الجزائر والمغرب أكتر حتى من تونس شوية بيعتمدوا على المهاجرين اللي موجودين في دول أوروبا وتحديدا كمان فرنسا يمكن هولندا وبيجيبوا الولاد الجيل الثاني والثالث يعني أصدأ قولي أن المنتخب مش مصنوع محلي منتخب مصنوع أوروبي بيعتمدوا على أسماء تولدت وعاشت ولعبت في أندية أوروبا وبيجيبوهم يلعبوا باسم منتخبات الجزائر من حقهم طبعا مش بكلمني حاجة مش شرعية بس أعصدأقول الفكرة في صناعة المنتخب تختلف كلياتا عن فكرة مثلا دولة زي مصر في صناعة منتخبات عراوية إن إحنا عندنا على فكرة يعني شعراوي مثلا أستفان شعراوي أصل مصري وآخر واحد أعتقد كمان يوسف حسن بلعب في فياريال ونص مصر نص تونسي لكن هو اختار يلعب لتونس كمان خاشر تأثير من عندنا الحتة دي دكتور وليد مؤكد مؤكد أنت في الآخر أنت لازم تستغل كل إمكانياتك المتاحة هو المنتخب الجزائري الحالي ده كله تصنع بالشكل اللي أنت بتتكلم فيه وفيه لعيبة ما بتتكلمش عربي ده لا يعيبهم هم تولدوا في مجتمعات أوروبية وتربوا فيها ونشأوا فيها في الآخر يحزاب لهم أنه هم اختاروا اللعب المنتخب بالروس بتاعتهم ومنتخب بلادهم الأصلي ده شيء يحسب لهم وبالتالي على سبيل المثال للحصر يعني أنت عندك كريم بنزيمة عندك زيني الدين زيدان اتنين من أتقل اللعيبة على مستوى العالم دول أساسا من أصول جزائرية لكن لعبه لمنتخب فرنسا في النهاية مؤكد فأنت محتاج زي ما بقولك إحنا إذا عندنا أسامي تقدر تفيدنا محتاجين يكون لنا نظر عليها النهاردة مثلا عمر مرموشت رب عندنا وكان بيلعب وادي دجلة وبعدين احترف وهو يعني مش ناشئ في أوروبا ما نشأش في أوروبا لكن في الآخر لسه لم نستغله بالشكل الأمثل كنت أتمنى أشوفه في معسكر المنتخب ده لأنه يستحق حتى لو بتعده أو هو يكون كلاب بديل تقدر تدفع بيه لأنه فنيا يستحق وما كانش لي حظ مع المنتخب الأولمبي وتصاب قبل المعسكر محمد زيدان طلع منه هو صغير وبعدين فده كمنتخب مصر وكناش شايفينه ولا سامعين عنه فجأة لأنه هو المهاجنة الأساسي لمنتخب مصر وفاد المنتخب في الوقت فبالتالي ده فايل محتاجين نشتغل عليه بشكل أنا هرجع للفايل ده على طول مع مينة كمان دلوقتي وأسمع إيه اللي ممكن يعني نستفيد به أو ممكن يفكر فيه القائمين على المنتخب في الفترة اللي جاية استسمحونا نروح لفصل ونرجع نكمل كلامنا فيه أسا ديسا عشان نرجع لكم كده بعد الفصل بخبر حلو الأهلي بيفوز على انتر كلاب الأنجولي بنتيجة 34-30 فقبل نهائي كاس أبطال الكؤوس الأفريقية ويتأهل للمباراة النهائية مبروك لنجمنا وان شاء الله بإذن الله تكون كاس أبطال الكؤوس الأفريقية تبقى من نصبنا خلينا كمان أطمنكم على أكرم توفيق الآخر تطور في حالة أكرم أنه من أسبوعين لثلاث أسابية إن شاء الله بإذن الله يكون جاهز ويرجع بالسلامة ده معناه طبعا أنه يغيبع عن مطش الجابون مع منتخب مصر لكن إن شاء الله يكون جاهز للمواجهة اللي بعدها مع ليبيا وإن شاء الله أعتقد يعني أسبوعين ثلاث أسابية ممكن كمان لو تلعب سوبر إفريقيا في معاده يكون إن شاء الله جاهز مع النادي الأهلي لكن لو تلعب الكاس أعتقد أكرم هيكون برا الحسابات ألف سلامة أكرم عن تراجل والحقيقة يعني أثبت كفاءة ورجولة على مستوى علي وترجع بالسلامة أحسن بإذن الله إن شاء الله الإصابة دي ما تعطي لكش ترجع أحسن من الأول كنت بتكلم على المنتخبات اللي يمكن زي المغرب زي طبعا الأفارقة عندهم ما شاء الله يعني أي منتخب أفريقي صعب أنك تلاقي بتكلم عن الكبار صعب أنك تلاقي لعب محلي باستثناء واحد ولا اثنين لكن شمال أفريقيا دائما بيعتمدوا على قولنا الجيل الثاني وجيل الثالث من المهاجرين وبيقنعوهم بينجحوا مشاطرين في الحالة دي إن هم يرجعوهم يلعبوا باسم منتخباتهم الأصلية إحنا ما بنعملش ده ليه يمينة وهل عندنا قاعدة ممكن تساعد المنتخب في الفترة اللي جاية أسماء ممكن نبص لها نعتمد عليها نديها مساحة مع المنتخب مش هنكون بنفس الشكل فرقيا لأنه في الأول في الآخر الأفرقاء بيعتمدوا على فكرة التهجير ومن ثم أننا أروح حتى للمنتخبات أكبر مثلا منتخب زي المنتخب الفرنسي لما تبص الفعلا أصول العيبة طريبا أولا واحد فيه من أصل الفرنسي أقلية بشكل كبير أغلبهم من أفريقي هي نفس الفكرة يمكن المنتخب المصري أو الشباب المصريين في بعض العيبة اللي بدأت تظهر في دوريات بصعي بتاعها في درجات أقل لكن لنسا كنهم صغارين مثلا ما بين 14-16 سنة بس في النقطة دي يعني برضو عشان نحط الأمور في نصابها الصحيح زي بيقوله هم مواطنين فرنسيين يعني هم اتولدوا وتربوا وعاشوا ولعبوا في فرنسا لكن كون أن الأصول ده ينطبخ على الAMBF في أمريكا مثلا يعني دوري الباسكت كلهم من أصول أفريقية لكنهم مواطنين أمريكيين اتولدوا وعاشوا وتربوا ويمكن أجدادهم وأبقهم كانوا مواطنين أمريكيين برضو دي حي قصة مختلفة شوية أنا بس في نقطة اللعيبة الصغيرين مصريين لبره أعتقد أن لازم يكون فيه في الاتحاد ناس سكوترز هما شغالين هما يبدوا يشوفهم دوية كشفين بزدط كشفين ولازم يكون فيه تسهيلات أنا فاكر أنه من فترة لما كان الكابتر ربيع سين مسك المنتخب بالشباب كان فيه لعيب يلعب في ألمانيا وكان مطلوب أنه يجي ولكن طلبوا بعض الطلبات الغريبة منه قالوا لازم أنت تتحمل مثلا تسكارتك أن أنت تيجي ولما تيجي هنشوفها ناخدك فأنا شغال لازم يكون في التجمعات دي أنه إزاي نختار اللعيبة وإيه الأسس والجيب اللعيبة دي كلها تجربها لأنه في الأول في الآخر اللعيبة لما بيمفجر أو بيبوم معاك داي فيدك أنت صحيح والغاية عندنا كمان يمكن دكتور عيد ناحية تسويقية شوية يعني إحنا ما بنعرفش نروج للعب المصري على الرغم من إحنا عندنا دوري يعتبر من أقوى الدوريات في المنطقة أفريقي أو وطن عربي وعلى الرغم من إحنا عندنا أندية هي دايما أندية على منصات تاتويج وأندية زي نادي الأهلي ليه شهرة عالمية لكن عدد محترفين بره ضعيف جدا مقارنة حتى بدون شمال أفريقي مش هقولك بكود ديفور أو بغانا أو بالسنغال أو أي لآخره الجزئية دي نشتغل عليها إزاي وإزاي ما نستغلش نجاح لعيب زي محمد صلاح تجارب زي النني زي تريزيجي في أنه يبقى فيه انتشار للعيب المصري بره شوف هو يعني فكرة التلميع تلميع المنتج بتاعنا ده احنا كنا اتكلمنا في الموضوع ده والأسف ما بنعرفش نعمل على أي مستوى ومن أهمها طبعا التسويق للعب المصري في تجارب لبعض الأندية المصرية في إعداد الناشئ والسماح لهم بالاحتراف وعلى رسوم الأهلي اللي كان عملها مع رمضان الصبحي وعملها دلوقتي بدأ يطلع ناشئي عن طريق المدير الفني اللي قطاع الناشئين بيوديهم الدورة تشيكي وغيره وغيره ودي ديجلة عنده تجربة محترمة جدا في هذا الشأن لأن ليه أكاديمية أساسا في بنجيكا بيبدأ يطلع له لعيبة وبيبدأ وكلمنا عن عمر مرموش وغيره وغيره وحتى زيزه كان طالع من وكان بيديه ودي ديجلة وراح ورجع وهو بيلعب النهار ده في منتخب مصر يعني فيه أسماء كتير فيه أندية بتشتغل كويس على الفايل أنه لقي ليه بديل واتين وثلاثة بالعكس وبالمناسبة في السنين الأخيرة دي انتشرت في مصر أكاديميات كتير شايلة اسم عندها كبيرة يعني أعطيتكم مادريد ريال مادريد بي أش جي ليفربول أو أرسنل حاجة كده يعني الحاجات دي بيزنس بس واللي حقيقي بتفرخ لعيبة وممكن نشوفها بتلعب في دولات أوروبا فيه حاجات بتشارى الحق حق استغلال الاسم فقط ما بيكونش ليه أي مرضوط فني على الإطلاق الموضوع بيبقى بيزنس بحت وفلوس بتتدفع وبتتلم وخلاص ما بيش أي عائد فني وأحيانا فيه بعض التجارب بس دي لازم تكون بإشراف الدارة الفنية ده عملها مثلا نادي آيكس بيعملها في أفريقيا بيتريكا بيعملها في أفريقيا آيكس مثلا ليه أنديا باسمه الجنوب أفريقيا دي آيكس كيبتاون وليه أكاديميات في كوت فوار وليه ويطلع مواهب وبيطلع ما هو بقى بنفسه اللي بينزل ويشرف بمناسبة كلامك سادي يوماني طلع من أكاديميات دي كان عملها فرقة فريق ميتس الفرنسي في الزب في أفريقيا في السنغال نفس الكلام بالمناسبة بابي ماتار سار دلعيب برضو كان في ميتس راح المنتخب السنغالي ومنه اللي تطرم السنة الفاتت أو طلع عارة يعني ونفس الكلام إسمايلا صار مع واتفورد سنغال فهم كله دون نفس المدرسة فعلا فكرة اللعيبة اللي بتطرم بمناسبة كلامنا عن المحترفين ناخد جولة بقى مينة تاخدونا في جولة مع اللعيبة المصريين ونشوف بداية لطبعا الموسم اللي عندنا خلص اتدم نبدل عندهم هناك فناخد جولة كده مع أرقام لعبتنا ومشاركاتهم مع فرقهم طبعا العيبة المصريين المختلفة في الخارج طيب يمكن أول عيب معنا طبعا محمد صلاح ليفر بول السنية تلت ماتشات في البريمير ليج نغادر الوقتي جول واثنين أسست يمكن الأفريدش بتاع تخييمه في المواتش 7.73 ده معدل عالي جدا في البريمير ليج كل ماتش طيبا عدد تصحب بتاعته بتبقى 4.3 ده برضو رقم مش قليل بالنسبة الوينجر 4.3 الزبط في كل المباراة بالزبط الوينجر المفوض ان كل بساته بروغريسيف لقدام يعني ده مش بيرجع لورة بكرة بالعكس وطالع فدي كلها أرقام مميزة جدا بالنسبة له المراغات النجاحة بتاعته 2 في المواتش من نسبة 55% برضو قدام ودفعين البريمير ليج الأقوية جدا ده رقم السهل دلوقتي يمكن قيمة تصوكية بتاعته 600 مليون يورو واحد من أعلى لعيبة في البريمير ليج فدي برضو حاجة قوية جدا وتم اختياره في تشكيلة الأسبوع مرة واحدة في الثالث جوالات اللي فات قدام ميرج سيتي في المواتش الأولى كاريجر نجم ليفربول السابق بيقول محمد صلاح باقي في ليفربول وهيتم التجديد له زي ما تجدد لفرجل فاندايك وهاندرسون وأندي روبرتسون في الفترة الأخيرة لابد أنه هيتم التجديد بشكل يرضي محمد صلاح ويوافق طموحات ليفربول في الفترة الأخيرة أول حال الصحافة الإنجليزية بذكر كلامك في الكامي يوم اللي فاتوا مع بداية الدور الإنجليزي وبعد تحديدا المباراة اللي فتحها دام نورويتش كلها كانت بتتكلم عن تجديد عقد محمد صلاح ومصادر كتير في ليفربول قالت إحنا ما عملناش مركاته لأن كل إحنا المركاته بتاعنا والتجديد اللي نجمنا على الصور محمد صلاح وغالبا محمد صلاح يعني في شبه اتفاق لناس بس رقم الراتب الأسبوع اللي ممكن يوصل من 250 وقد يوصل ل 300 ألف سترليني علشان هو يعني هو دي بس نقطة الخلاف لكن الاتفاق إن محمد صلاح باقي هيبقى الأعلى في تاريخ ليفربول بالمناسبة وبعدين احنا داخلينا على صناعية صلاح رونالدو يعني احنا كنا لسه بنقارن قبل قبلها بيومين قبل ما رونالدو ييجي منشستر يدايتد بيومين وقلنا إن محمد صلاح قسر رقم التهديف لكريستيانو رونالدو فراح جاي يعني شكل رونالدو الموضوع وصله فقال له لا أنا جاي لك هنت جاي تكسر رقمي طبعا هنتكلم عن رونالدو طبعا في المركات البلادي بس خلينا نروح للنيني يا دكتور وليد للنيني طبعا للأسف حالة أرسنال مش مساعدها ومن ثلاث مباراة لعب مين كان يدخال ييجي اليوم من أرسنال يبقى في مركز الأخير في الدولة الإنجليزية يعني بصراحة حاجة يعني هو هنري بقى ربنا يسامحوا فير كامب والمجموعة دبسوا شوية ناس كده مش قليلين في تشجيع أرسنال لأ أرسنال طبعا بهزر فرقة ممتعة وفرقة دايما بتقدم كورة جميلة بتعيش طبعا معاناة بسبب قرارات إدارية فشلة إدارة الحقيقة أرسنال إدارة مثال للفشل يلا عشان ما نضيعش وقت محمد النيني طبعا شارك فيه 45 ديئة بس شوت من الثلاث مباريات مرر 9 تامير يركلت نسبة نجاحه 100% فيهم تقييم العام بتاعه بالنسبة للمواقع الإحصائية على رأسها صفة سكورة داتو 6 و 4 من 10 هو طبعا للأسف أرسنال خسرت ثلاث مباريات في المركز الأخير كنت تتمنى أن النيني إذا كان باقي يعني هو خلاص طبعا المركاته تقفل والنيني باقي رسمي تتمنى أن يكون بقاءه ده بناءا على قاعدة عدم في العام الأخير على أنه احتمال فيه عروض جاله من الدوري التركي وأنه أرسنال وافق على أنه كان الكلام عبشيكتاش أو فنربخ شو عبشيكتاش أو كليل حياة تجربة إيجابية مع عبشيكتاش قبل كده راح ولعب وتقلق ورجع لعب أساسي في أرسنال بعدها السيزن اللي فات أتمنى أنه بدام قاعد في أرسنال وخلاص الدنيا هو مكمل السيزن ده يكون بناءا على قاعدة عدم عارتتا وأنه هيكون لي فرصة في المشاركة نروح لإحجاز يمينا يلا بينا أنا بحب أحمد حجازي جدا وأنا بحب أحمد حجازي عامل حلقة عظيمة يمكن في الدور السعودي ناس كتير لميتوا أنه هو ساب الكرة في إنجلترا ورح الدور السعودي لكن حقيقة يعني حافظ على نفسه وقدم مردود محترم جدا في الدور السعودي على حسن مقاريته كمان أنه ما كانش هو اللي عايز يمشي لكن الإدارة في وست برومش كان عندهم مشاكل مالية وسلافين بيلتش المداري وقتها كان هو اللي يعني أخذ القرار اللي لازم يمشي لكن حجازي عامل حالة ممتازة للتحاد السن الفاتد كان بيصارع السندي بدأ بداية ممتازة أحمد حجازي من أكتر لعيبة الجمهور السعودي بيحبه يمكن أن يلاقي بتلت منشاط لغاية ده تجايب جنين وده شيء ممتاز بالنسبة للمدافع معدل تمرات تسعة واربعين تمريرة في المواتش بنسبة خمسة وتمانين في المائة نجاح ده رقم برضو كويس جدا معدل أستاذ الهجمات في المواتش أربع مرات وده برضو رقم كويس بالنسبة للمدافع في الدور السعودي النجاح في الاتحامات الهوائية 70% رقم كبير جدا وتم اختياره في تشكلة أسبوع الثلاث مرات كل أسبوع أحمد حجازي في الباست 11 في الدور السعودي في كل دي أرقام ممتازة جدا عظيم نروح لتركيا تركيا بتدت كده تبقى يعني مجدودة للعيبة المصرية بعد مصطفى محمد بتشوف أحمد ياسر ريان بيسافر نبتدي بأحمد ياسر ريان في تركيا طبعا انطلاقة أحمد ياسر ريان مع التاي كانت انطلاقة عظيمة جدا لأنه بمجرد منزل أحرص هدف في مرمى ألانيا سبور هو طبعا شارك في مطشين من أول ما وصل مع فريقه الطاي بيحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري التركي كسب مطشين وخسر مباراة واحدة هو طبعا قيمته التسوقية الحالية مليون يورو لكن اعتقد ان شاء الله مع مشاركاته ومع الوقت أحمد ياسر ريان ستايل المهاجم اللي يعني في العالم كله بيدوروا عليه يعني المهاجم اللي هو المهاجم الكلاسيك اللي بيلعب براسه كويس اللي بيعرف التمركز في المنطقة وبيخطف جوه من جوه المنطقة معاش ده متاح في العالم قوي فالعيب لما بيتقلق بهذا الشكل بيتكون عينين الأندية كتير عليه أنا مواصق ان احمد ياسر ريان هيكمل تقلقه بإذن الله وبرضو اتحرمنا منه مع المنتخب يعني هو الموضوع جي متأخر شوية لان هو البطاقة الدولية بتاعته اتأخرت وقت ما كان بيتم اختيار القايمة كان احمد ياسر ريان لعب محلي بعد اعلام قايمة المحترفين احمد ياسر ريان كان لعب محترف كان حتى نادي ألتاي اتكلم ان كان فيه تأخير من اتحاد القرى في بعض البطاقة الدولية قصة كده يعني فما كانش ساعاتها محسوب عن المحترفين تم اختيار المحترفين لما جاي اختار المحليين كان هو بقى من المحترفين وبالتالي هو الظلم يعني في القصة مصطفى محمد عمل مسلم اول اكتر من رائع مع جلتة سراي في تركيا ولفت الانظار والناس كلها توقعت انه يجوم السنة دي بداية يعني مش عارف انجاز التعبير اقول متعسرة نوعا ما للمصطفى محمد وبعدين كلامه على انتقاله لبردو تكلمنا على مصطفى وارقامه مع جلتة سراي انا اعتقد ان مصطفى مشغول دماغه مش مركزة بس في جلتة سراي ولكن لما تسمع اسم بردو بالمناسبة بردو هو اكتر الفرق في فرنسا اللي بتعرف تجيب المواب الصحة بنشوف ادي ايه في تدرج اللعيبة بتطلع دايما يعني اكاديمية بردو دي مميزة جدا وده الشيء يبين اديه مصطفى محمد فعلا مهاجم كويس السنة دي مصطفى محمد لعب موتشين مع فريقه لعبة التلاتين ديئة بس طول السيزن مسجلش ولا هدفه مصنعش ولا هدف فريقه حاليا في المركز الرابع انا اسف كسم موتشين وتعادل موتش ويمكن جلت سراحة السنة فاتخصوا الدول فريق الاهداف في اخر جولة بنشكتاش دلوقتي قيمتوا التسويقات 6.5 مليون يورو ده رقم كبير بالمواسبة يعني بقلنا فترة مشوفناش بخلاف محمد صلاح لعب مصر يوصل لقيمة التسويقات دي اعتقد ان مصطفى محمد قريبة هيكون في حل ولكن هو مهاجم رائع يعني ثاني منه كتير وكان يمكن فتح تريم ليه بعض التسريحات العنيفة شوية ضد يعني مصطفى هو اعتقد انه خلاص ايامه الاخيرة في جلالت السراعي ولا من ممكن يستمر هو طبعا رسميا نكمل معهم الموسم بعد فشل الصفقة فاتح تريم معروف عن انه المداربين الطف ومدارب عنيف وتصرحاته دايما صادمة هو كان عنده ايمان كبير لك ما عنديش دعوة ما عنديش علاج هو يعالج نفسه اتفضل لهو يعالج نفسه زي يجيب جوان شوف مصطفى محمد كان بدء بداية رائعة فاتح تريم عنده قناعة كبيرة باللهب هو نفسه مصطفى محمد كان رايح وعنده دوافع كبيرة يثبت نفسه وبالفعل يثبت نفسه انا يعني بحيي مينة هي فعلا ملاحظة مهمة جدا لان مصطفى محمد للأسف وده عايب عند بعض محترفين انه بيروح لنادي وهو من اول لحظة حاطت في دماغه النداب حطة وبيستعجل جدا انه ينتقل للمحطة التانية لازم تدي نفسك وقت تثبت نفسك ويه تجيب عروض افضل وفكرة تصدير دايما للميديا انه والله ده مجرد محطة وانا ده حتى بيدي انطباع السيء عند الجماهير وعند الجهاز الفني للنادي اللي انده فيه حاليا فيمكن نقطة عدم التركيز اثرت علي من نهاية الموسم مش بس من بداية الموسم مع مصطفى محمد اتمنى ان تعود يعني يعود الوفاق بينه وبين فاتح تريم ويعود لتقلقه لانه قيمة مهمة جدا بس حابب اضيف ملاحظة اخيرة في النقطة قد تكون صحة او غلط لكن انا شايف ان مصطفى كمان تأثر جدا من بعد ما رحش الوليمبياد عشان يقض معه فريقه ويتأهل الشامبينزيج ومن ثم خسر قدام بيس بي عن دوفين وخرج انا حس النقطة دي لسه مأثر على مصطفى محمد ولا لاحي الوليمبياد ولا عرف يتأهل الشامبينزيج فقد تكون دي برضو واحدة من النقطة اللي اثرت فيه في مشواره ومع جالة سرايو وخليته شوية مشغول بفكرة الانتقال لدوله وفي دور على العقلية يعني الحاجة اللي بتصنع الفريق دايما انا بقول وبكرر ومش همل من تكرار الموضوع ده انا يعني ما عنديش شك في امكانيات ومهارات لعبتنا وشايف انه عندنا اسماء كتير مش في الجيد ده بس ده على مدار اجيال كتير جدا كانت تستحق تلعب في افضل قندية اوروبا في بارشلونا في بايرن في الريال انا بكلمي على الموهبة على الموهبة على الامكانيات والموهبة اللي ربنا اديها للعيب لكن الفارق الوحيد اللي بيخلي لعيبة افريقيا او الافرقى يتفوق ويلعبه الاكبر الاسماء في اوروبا هو العقلية عقلية لعيبة المصري لابد انها تضاير وشوفوا صلاح بيعمل ايه وشوفوا صلاح عمل ايه وتعامل ازاي مع العقبات اللي كانت ممكن تخليه بطل ويرجع هنا يستسهل يلعب في اهلي او في زمالك او في اسماعيل او في بيرامدز او في غيرها من الاندية ويقول لك والله انا حاولت بس ما نجحتش لكن اسرار ومثابرة وقدرة على خلق الدوافع لغاية لما بقى واحد من اهم اللعيبة في العالم نختم بعمر مرموش عمر مرموش طبعا لعب مصري كتير من الجمهور في مصري يمكن ما تسمعوش لكنه طبعا بيلعب في شتوتجرد في ألمانيا يبتدي بالدكتور وليد هو طبعا عمر مرموش من اللعيبة اللي انا مقتنع بها جدا موهبة عظيمة في خط الهجوم طلع من وهو صغير وراح على محطة كبيرة في فولفوسبورج بيلعب شامبيونزيج السنة دي في دور المجموعات ايه ايه كان لسه صغير عايز عشان يعتد على الاجواء عارل سان باولي في الدرجة التانية تألق جدا ورجع لفولفوسبورج لكن طبعا فولفوسبورج زي ما قلت لك بيلعب في شامبيونزيج يعني هو بالنسبة له عمر مرموش مشروع فهم مش عايزين برضو يحرقوا او يستعجلوا عليه فستمحوا له تاني باعارة وراح المرة اللي بقى عارة لنادي كبير ونادي جماهيري شتوتجرد اعتقد هتكون عنده فرصة كبيرة انه يشارك بشكل اساسي مع شتوتجرد او انا متأكد انه لما ياخد هيتقلق بشكل كبير هو طبعا قيمته الحالية التسوقية 2 مليون يورو كان لعب ماتشين مع كبديل مع فولفوسبورج قبل ما ياخد الاعارة لشتوتجرد اتمنى ان الناس تتابعوا متأكد انه يتعلق السامن مركاتو لم يخلوا منها المفاجآت والغاية اللحظات الاخيرة صفقات من العارة تييل هنتكلم عليها مع ضيوفنا بس بعد الفاصل مركاتو اللحظات الاخيرة ونصحة جديدة من شامبينز ليج هو ده محور كلامنا في السادسة مرة تانية براحب بضيوفي طبعا مينا ماجد ودكتور وعيد الحديدي اهلا بكم سريعا نعدي على المركاتو اللي كنا متوقعين وخلاص بقى يعني ما فيش صفقات من عارة تييل تانية هتحصل لان رونالدو بغير من من سيتي لمانشستر يونيتد جريزمان في صفقة غير متوقعة بيرجع مرة تانية لأتلاتكو مادريد وبيسيب البارسا في الوقت اللي كنت بكلم معك في يا دكتور ويد انه اخر مرة انه رحيل ميسي ممكن يدي مساحة اكتر لكوتيني وغريزمان انه هم يعني يبضعوا مع البارسا وسقول من اتلاتكو مادريد لتشلسي كنت متوقعين صفقات من عارة ده في التوقيت ده؟ مهكد طبعا ضمام رونالدو لمنشستر يونيتد مفاجئ لانه كان بعيد عن الحسابات ما كحدش اتكلم عنه من منشستر يونيتد كل الكلام عن منشستر سيتي او باريس سان جرمان يبدو يعني فكرة انه هينضم المانشستر سيتي ولا مش مستبعد ان يكون فيه جيم من رونالدو نفسه وخرخي منش الوكيل بتاعه ان هم يعني بيحاولوا ايه هم متعقدوش مع السيتي بس صدروا للدنيا كله ان هم متعقدوا عشان يثيروا غير اتمنشستر يونيتد يمكن كمان تقوية سكواد منشستر يونيتد شجع رونالدو وحس انه لما يروح يتغلق فسط اذي المجموعة أليكس فركسون كمان كان ليه مكالمة مع رونالدو يمكن غيرت شوية بعقاره هو قال كده في تصريحاته انه ده القبر روحي اه طبعا طبعا لا هو دايما بيعترف بداخل فطبعا مفاجأة وقيمة واضافة كبيرة جدا لتشكيلة منشستر يونيتد اللي كمان تم تدعامها بجادون سانشو مع ارتفاع مستوى العديد من نجوم في تشكيلة منشستر يونيتد فبالتالي اصبح منافس قوي شارس على البريمير ليج وعلى شامبيونز ليج منافس بجد ولا كده وكده صلع لك عندي السيديهات بتاعتك يا دكتور وليد لا انا بص احب انكش انا ليفارفولي انا بعترف من قبل صلاحه من زمان انا ليفارفولي انا بحب انكش اصدقائي المنشستر ويا شوية صلع لي بوست يا بيه على طول يا جماعة الملفات السيديهات انا مسكين عليها سيديهات هو طبعا ده ده بص طبعا دكتور وليد من يومين انا طبعا كنت بقول لهم الفا بروك مانشستر ينايتد صفقة عظيمة ومهمة الحقيقة تقض كده الشياتين الحمرو في الصوتهم الكبيرة يسعدوا دور الستاشر في الشامبيونز ليج واستمروا في المنافس على وصفة الدوري الانجليزي مش شايف في امل مش شايف في امل شوف اقولك بصراحة المنافس الاقوى على لقب الدوري الانجليزي من وجه السنظر هو السيتي والشيلسي سيتي والشيلسي يجي بعديهم في نفس الرينج مانشستر ينايتد وليفارفول ده بكل امانة فنية يعني لكن مانشستر رونالدد حتى مع وجود كريستان رونالدو انا لا انا مش شايفه بطر شامبيونز ليك متفق يا مينا طب خل السؤال ده حط كل خبراتك كده في الوقت اللي سمعنا انه بيريز مكسر التليفونات على خليفة عشان يشتري ورفعه يعني بيقالوا ان الصفقة وسط لئمتين مليون يورو عشان يخلص في مبابي رفض تام من الرغم من السنة الجاية يمشي بلاش يعني فهو بيفارط في ممتين مليون يورو ليه ما كانش فيه تفكير انه طب شكرا مبابي اطلع اقفش المتين مليون يورو هتلي كريستان ورونالدو يخش مع البي اجي وتلعب رونالدو مع ميسي مع نمار مع دي ماريا يعني برضو قصة وحكاية ورواية اول حاجة اعتقد ان بريستان جرمان وناصر خليفي مش محتاج فلوس ادي نوطها الاسية ادك فاهم كويس طبعا اديه ايه النبي ده ثالي ايه بس انا بحط قدامك في كفة رونالدو ومعام تين مليون يورو وفي كفة تاني همبابي يعني مع كامل احترام القدرات ومهارات وامكانيات همبابيها قرار الشخص طبعا كنت اخذ همتين مليون يورو ولكن اعتقد هم ببصير بنظرة الكرامة انا مش هبيع كيلين همبابي عايز سنة جاي اخده فري والحيانه فعلا نتقدم ثلاث علوات لكيلين همبابي كل مرة يجددوا بيرفض اخر واحد يوصر خمسة واربعين مليون يورو في السنة اعلى من ميسي ونمار ولكن خلاص القرار المتاخد وبرضه الموضوع بقى شوية هي رغبات شخصية واحلام يعني كيلين بابي من هو طفل صغير بيشجع ريال مدريد وبيحب كريستان ورونالدو على سبيل المثال ونفسه يلعب هناك يمكن في الاخر بيريز عمل صفقة سريعة مش كل حاجة الفلوس بزيط في ناس بتقول انه مش كل حاجة الفلوس بس مش مع بيشجي برضو مش مع بيشجي هم خلاص فكرة الكارير مودة ونهم بيجيبوا لعيبة دريم تيم كل لعيبة حتى مبارح اخر يوم برضو بمناسبة الصفقات الاخر ديئة يمكن راحوا جابوا يعني لفت باك صغير جدا عن 18 سنة نونو مندز من سبورت انجليش بونا ب7 مليون كيعارا وحقية شيراب 45 مليون يورو الصفقة اللي كان داخل فيها من شستر سيتي برضو هو ساهم فعلا كتابة تبدلية اعتقد لكن هم فعلا كده اقفلوا اللعبة يعني السيف ده هم الانجح هم الاثكى ليوناردو يتعملوا تمثال هناك وعملوا بالنسبة لي كل التدعمات المطلوبة ولكن هي مسألة كرامة ومسألة مبدأ اعتقد النسبة لنصف وكمان هو ما عندوش اوبشنت هو عمل كل ده عشان يكسب شامبز ديجي السنة مش هكسبها دكتروليج ان شاء الله مش هكسبها مش هكسبها دكتروليج فما كانش عنده لو جاله مليار يورو مبابي هو متخيل انه هيلعب الهجوم مبابي ني مار عندنا مجموع نار فيها سيتي وبي اجي مع بعض يوم خمستاشر الناس اضبط الريمايندر بتاعتك ناتي يوم خمستاشر ضرب نار وعندنا الباين والبرسا كمان هنتكلم على مجموعات داتي طيب اتكلم شوها عن جريزمان يعني برضو صفقة ما كانتش متوقعة ولا في الحزبان انه جريزمان في اللحظات الاخيرة يتحرك من برشلونة لأتلتكو مادريد يا مينا هي الدومينوس افكت المشهورة ان لازم لعيب يفضي مكان التاني فده كان شرط 3 كمادريد الاساسي ان سأقول ان جاز يروح لتشيلسين لازم يفضي مكان طب هاخد مين هاخد انتوان جريزمان في نفس الوقت اللي برشلونة كان يدوره على سترايكر بديل فراح جابه لوك ديونج من اجبيلي في رأيكو كنت محددكو الأسبوع الفاتو بتكلم مين اللعيبة اللي ممكن نشوفها قلت اول اسم انتوان جريزمان بعد رحيل ميسي المفروض يكون له مساحة اكبر بجتير وانا شايف ان ده قمة الفشل الاداري عند برشلونة ان انت تكون لسه جاب لعيب من سنتين ب120 مليون يورو والنهارده تروح ترجعه تاني من نفس الفريد شتيته منه ب40 مليون بس كذا وميديه عرض سنتين ببلاش فده قمة الفشل انت بس بتحاول طبعا توفر المرتب صفقة رائعة بالنسبة لأتلتكو مادريد اللي عملين بيحسنوا الفريد بتاعهم ماتيوس كونها كمان من الدوري الالماني رودريجو دي بول من اودينيزي في نص الملعب صفقات بشكل عام في رأيي ان اتلتكو مادريد بيحسن فريده بشكل كبير وفي نفس الوقت سأقول ان جيز مش هيأثر على الفريد لانه بقى له اكتر من سنة عايز يخرج واتجاهه لتشيلسي ده بيحسن طبعا وبيقوي فريد تشيلسي اكتر اللي بشوفه شخصيا ان المرشح رقم واحد في البريمير ليج سأقول ان نروح بها على شامبينز ليج انا بقول انها يعني بطولة حتى تتفوق على كسر عائل سواء من حيث النجوم سواء من حيث القوة المنافسة سواء من حيث كل حاجة الصورة مبهرة الملاعب مبهرة الجمهور رائع والسنة دي طبعا شامبينز ليج بيرجع عليها الجمهور مرة تانية فاعتقد هنشوف نسخة وحشينة ويبدو ان كل فرق دكتور وليد مجهزة نفسها يعني كله بيفكر في المركاته حطت قدام يعني ايه هدف رئيسي انه يبقى عنده قدرة على المنافسة في الشامبينز ليج السندي انا متفق معاك طبعا وحييك ان اقوى بطولة فنيا وعلى مستوى المتعة شامبينز ليج اقوى ان كاسر عاملي ووضع تاني انه كاسر على منتخبات ودول عظيم لك ما كان كورة كورة ومتعة شامبينز ليج السندي المفترض شوف بقى احنا بنتكلم ان هي افضل بطولة فنيا والنسخة دي المفترض ان هي تكون اقوى نسخة في تاريخ الشامبينز ليج لان انت عندك مركاته استثنائي عندك كل القوى العظمى في اوروبا حاليا دعمت فراءها ودعمت مراكزها النقصة بالعديد من النجوم عندك للمرة الاولى بتتكلم مالة يقل عن من 8 ل 10 مرشحين يعني احنا ممكن نتكلم عن 10 اندية من وسط دور المجموعات مرشح ممكن جدا لأي فرقة منها كسبت الشامبينز ليج السندي مش هتكون مفادئة ومش هتكون مستغربة بايرني ميونيخ بيدعم نشوف احنا بعيدنا كمان عن الستي وباريس سان جرمان بايرني ميونيخ بيدعم حامل اللقب تشيلسي بيدعم فريقه ليفر بول محافظ على قوامه الرئيسي اتليتكو مدريد بطل الليجة ولسه كنا بنتكلم انه ازاي بيدعم مع ليفر بول برد مع ليفر بول برد وريال مدريد ما ينفعش تخرجه بره الحسابات برشلونة المتهالك ده يبقى اسم برشلونة جامهران كل الاندية السنة دي بتتكلم عن من 8 ل 10 اندية مرشحة وبالتالي هي هتكون النسخة الافضل واللي هيخسر يعني متابعة مباراة في النسخة دي هيكون خسران كده لفت نظري كمان اوه مش لفت نظري انه مش شيء جديد ولا غريب ولا عجيب بس انا بقول لحضراتكم على الناس ازاي بتجهز والناس ازاي بتحضر الناس من داي وان محددة جدول البطولة محددة تواريخ المطشاط محددة معادة النهائي بتاع البطولة بسيطة جدا ومنطقية اي حد بينظم مسابقة قادر يشوف الاجندة الدولية وقادر يشوف ارتباطات الاندية وارتباطات المنتخبات ويحدد الموعيد المناسبة انه يلعب بطولة طبعا ده بالنسبة لنا هاري بوتر الجزء العيق يعني ده خيال علم اللي انت بتكلم فيه يعني حاجة بيدعم خيالنا ان احنا بطولة قرية بتتنظم في كل هذه الدول بحضور جماهيري وبتتكلم عن معاد بداية والحد الفاينل وكل حاجة مترتبة ده حاجة يعني احنا لحد الوقت مش عارفين الدور المصري طيب استعرض المجموعات مجموعة مجموعة كده اه المجموعة النارية طبعا المنتظرة المجموعة الاولى منشستر سيتي جوارديولا في مواجهة باريس سان جيرمان ليون الميسي وكمان ما بتتصرش على الاثنين دول ده انت معك قوة ماينفعش ابدا تهملها وقيمة هتخبط في الاثنين الكبار دول اللي هو لايبزيج الالماني طبعا لانه نادي اصبح يمتلك خبرات اوروبية كبيرة رغم فقدانه البعض النجوم واخيرهم سابيتسر اللي راح لعب الوسط طبعا المتقلق اللي راح باير ميونيك لكن يبقى ناديا كون خبراتهم معهم بكلاب بروش هيكون يعني غالبا حصلت المجموعة بالتالي منافسة ثلاثية هي منافسة ثنائية لكن لايبزيج هيكون قوية هيديها متعة طب ملح وفلفل يعني على المجموعة بكل تأكير أتلاتكم مديديني كل نسا بنتكلم بيحسن فريقو بشكل كبير بيدي لنفسه أوبشنز أكتر وخيرات هجومية بأنتوان جريزمان بماتيو سكونها برودريجو دي بول في نص الملعب ليفر بول سنائية شغالين تجديد لكل الناس في الفريق حتى مبارح طباخت الفريق تم التجديد لها مجددوا لتميمة الفريق فيش حد الفريق مش بيجددوله فاضل بس محمد صلاح طبعا اسميلان أنا يعني حزين ميلان بورتو 16 لقب ده ميلان مع سبع ليفر بول مع ستة بورتو يمكن معها لقبين أو ثلاث ألقاب لا أنت بتتكلم عن مجموعة يعني طبعا جروب سي يا دكتور وليد يعني معليش ممكن بس عشان ما نرجعش المجموعات تانية أنت قلت جروب اي من سيتيو بي أس جي الأقرى جروب بي مش اختلف ليفر بول أتلاتكم مدريد ليفر بول أتلاتكم مدريد أنت لازم شارك معنا برضو لأ من النهاردة باي النهاردة باي دكتور وليد التهرب ببا أنا أقول لك مين اللي هيوصل في يعني أتوقع مين اللي هيكسب بطولة السنة دي طيب أنت عارف طبعا طبعا أنا أعلم غير متقول جروب سي يا دكتور وليد جروب سي عندنا طبعا سبورتنج لشبونة البرتغالي عندنا بروسيا دورتمون عندنا آيكس عندنا بشكتاش التورك الحقيقة المجموعة طبعا ما فيهاش الاسم دلوقتي آيكس قوة كلاسيكية لكن دلوقتي يعني الآرب الآرب بروسيا دورتمون وممكن دخل معا آيكس آيكس جروب دي المجموعة مكررة بالزلطة في السنة الفاته يمكن بس نادي شيرف ده مكان مونشنج لاتبخ والنادي شيرف ده بالنسبة ليه قصة لذيذة أنه اتعمل سنة 97 كسب 19 دوري 10 كاس وبيقالوك هذا السنة بيحاول يتأهل الشامفينزيج ووصل طبعا بحصلت المجموعة لكن يعني وجود في حدزاته شيء كويس اعتقد طبعا ريال مدريد والإنتر رغم كل التغييرات في إنتر ميل لكن هما الآرب بشكل كبير يحسنوا البطاقة تتاهم جروب إي جروب إي يعني سوق حظ فرشلونة وعاية تاني قدام فارشلونة هو سوق حظهم وحسن حظنا يعني المطشات من النوع ده بنقعد نستناها من سنة للسنة الحاجات اللي لها يعني خلفيات دي ومعهم طبعا بنفيكا ده أول مطش بعد الثمانية صح أول مطش بعد الثمانية معهم بنفيكا وبنفيكا برضو قوة لا يستهان بيها وفريق عنده خبرات أوروبية ومعهم كمان دينامو كيب ودينامو كيب من الفرق اللي بتعرض تخبط في أوروبا بتجمع نقط خصوصا على أرضها لكن يعني لو هنا توقع بقى يرمونيخ أول مطش جروب إف جروب إف مينة جروب إف برضو عندنا فاينل يوروبا ليجي السنة اللي فاتت منشستر نونيت فياريال جمهور منشستر نونيت نستني جدا نتفرع المطش ده ومعهم أتالنطا ويونج بويز أنا في رأيي أنه منشستر نونيت قطعا يتأهل المركز الثاني يفضل ما بين أتالنطا اللي بحبه جدا تحت قاتل جاسبريني عامل فريق محترم جدا حتى اللي بيمشي أحساب فياريال أحساب فياريال أعتقد يناي أمري هنزل يوروبا ليجي روح يكسبها كالعدل زي كل السنة ده الشيح نتعودنا عليه هو مالك وقوال كينج بتاع اليوروبا ليجي دي بقى جاء وقعلنا من اليوروبا ليجي المجموعة دي للفرنسي سيبيا الاسباني سالسبورج النمساوي وفولفسبورج اللي كنا بنتكلم عنه من شوية الألماني لا ده أصعب سؤال مين اللي تنين اللي ممكن هيكون يا رب الأربع يخرجه لا أنا توقع عشبيلية طبعا سيبيا طبعا اللي جاء بشكل كويس جدا وغالبا هيبقى مع سالسبورج برضو كون خبرات كبيرة أنا رف معليل في المجموعة دي معليل رف معليل ليل ويسبيا السليل مش ليل السنة اللي فاتي التأمين أنا كنت خائف من فكرة التفريق لكن هم قدروا يحفظوا على أغلب الأسابي أشيء مهم يمكن مدير فاني اللي مشي بس مع الحارس مايك ماينون لكن قدروا يحفظوا يعني كذا اسمه مهم فاني شايفين طبعا معي دكتور وليد سيبيا ومعهم إما فولفسبورج اللي برضو بصراح بيدعمه بشكل كويس أو ليل في وجهة نظرية جروب إتش أخيرا وسريعا جدا دكتور وليد تشيلسي يوفينتوس مواجهة عظيمة جدا ننتظر طبعا زين السان بيتروسبورج ومالمو طبعا ما فيش خلاف تشيلسي غالبا هيتصدر وخلفه يوفينتوس كلمتوكو عن صبقة انتقال رونالدو ومبارح كنت بكلمكو على العقلية إزاي واحد في السن ده قادر يحافظ على نفسه وعلى مستوى عايز أخذتكم النهاردة اللقطة أختم بيها الحلقة مع دكتور وليد ومع مينة إزاي الاسم وقصة النجاح تبقى ملهما أن يكون براند في النهاية كريستان رونالدو النهاردة بقى عنده استثمارات في كل حتة في العالم وبقى عنده استلسلة فنادق موجودة في أشهر مدن العالم في باريس هتلاقي في مانهاتن في نيويورك هتلاقي دي جزء من سلسلة فنادق سي أر سيفن وده يعني انعكس على شيء أنا مش بكلم حضراتكم على شيء من الخيال العليمي لكن ده إزاي الفكر وإزاي أنك أنت تستسمي قصة نجاحك بشكل كبير عشان تبقى سي أر سيفن علامة وجرية الواحدة من أشهر فنادق في العالم طبعا يعني حاجة هو دولة كيان اقتصادي متحرك يتغلب على دول كتير جدا 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 أو على قصدياتها وهو مكان ما بيروح بياخد بقى فلوسه معاه واقتصاده معاه وفروعه معاه حاجة تجربة ملهمة وتجربة تدرس دكتور وليد أسعدتنا وشرفتنا في السادسة مينا ماجد بشكرك شكرا جزيلا نورتونا واللقاء إن شاء الله يتجدد معاك ونستمتع بيكم مرة تانية خلاص فاضل أسبوعين وننتجي نخش في دوامة ونستمتع بكرة أكتر من رائعة بشكر حضراتكم على المتابعة كل التوفيق طبعا لمنتخب مصر النهاردة نتمنى إن شاء الله بداية قوية أنا عندي ثقة كبيرة جدا في اللعيبة دي وشايف إن هم يقدروا يتجاوزوا أنجولا بسكور كبير كمان ونتمنى إن شاء الله التوفيق من عند ربنا بشكر حضراتكم على المتابعة ونتقابل بإذن الله على كل خير في بداية أسبوع جاي